مباراة اليوم مباراة حاسمة مش حاسمة للأهلي بس حاسمة للرجاء المغربي كمان وزي ما بتكلم عن نادي الأهلي نادي الأهلي نادي كبير كبير أفريقيا بالأرقام بالإنجازات بالبطولات نادي الرجاء المغربي نادي كبير برضا فانت بتكلم على فرقتين كبار في البطولة ولكن احنا دايما متعودين ان احنا حطين ثقاتنا في الجهاز الفني وفي لعبة النادي الأهلي ما يهمش بقى الفوز بتاعنا كان على ملعبنا يعني ما كانش مطامن قوي في جماهير النهاردة يمكن توصل لخمسة واربعين ألف أو خمسين ألف ولكن زي ما قال اشتنوى عجبني تصريح محمد اشتنوى في المؤتمر قال جملة حلوة قال ايه قال اه في جماهير في الملعب وحنحترم الجماهير اللي في الملعب لكن احنا متعودين على الأجواء دي متعودين على اللعب في الأجواء دي وفي الملعب نفسه الجماهير دي مش هتنزل تلعب هم 11 وإحنا 11 الجماهير هتكون متواجدة خارج الملعب مش هيكون في حد منها موجود جوه المستطيل اللغة يعني كلام موزون وكلام يعني عجبني جدا رد فيه محمد الشناوي خلينا نتكلم برضو على الماتشات التقيلة اللي النادي الأهلي عد فيها لسنتين اللي فاتوا في طول الأفرق خلينا نتكلم عليها شوي طبعا احنا معنا على الشاشة كواليس بعثة النادي الأهلي في الفندو دي كان النهاردة طبعا كابتنا عمر السلية وشايفين برضو نبص برضو على عيون اللعيبة انا دي من الحاجات اللي انا بحب اركز عليها حب اركز على عيون اللعيبة وششهم قبل الماتش او يوم المباراة تركيز عالي كله جاهز كله عنده الاستعداد انه يلعب كله الحمد لله رب العالمين مصمم انه هو باذن الله رب العالمين نعدي ماتش النهاردة على خير فان شاء الله باذن الله باذن الله نبرك للنادي الأهلي وجمهوره بعد المباراة تعالوا نروح نشوف اخر الاجواء والكواليس اخبارها ايه قبل اللقاء اليوم وزمنا محمد توفي من فندو القام مساء الخير كابتان ايمن تحياتي لحضرتك وكل مشاهدة ومتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان وكل جمهوري النادي الأهلي العظيمة المنتظرة لقاء الهام والمرتقب ما بين الاهلي والرجاء البيضاوي في مباراة الاياف ودور التمانية لدور ابطال افريقيا يعني كل الاجواء هنا كابتان ايمن ان شاء الله ان شاء الله الحالة الفنية والبدنية للعبين والتركيز على احسن ما يكون ان شاء الله يتبقى بس توفيق ربنا ودعوات كل جمهوري النادي الأهلي وان شاء الله النادي الأهلي يعود الى القاهرة وهو معايا بطاقة الصعود ان شاء الله للدور قبل النهائي ويتبقى فقط خطوتين واللفوز بالنجمة الحالة عشر والحفاظ على اللقاء بالنادي الأهلي المفضل للعام الثالث على التوالي خليك كلمك على السعادات النادي الأهلي يا كابتان ايمن يمكن فريق اختتم السعاداته بالأمس فيه مران قوي جدا كان على مركب العربي الزاولي هنا فيه الضر البيضاء يمكن التدريب ابتدى فيه تمام العشرة مساءة نفس موعد المباراة اليوم يمكن التدريب كان قوي جدا نستمر الأكثر من ساعة ونصف يمكن مستر مسماني يمكن نركز مع اللاعبين سواء في تمرين الأمس أو كمان التمرين اللي قبله على ضربات الجزاء ودوط طبعا علشان يكون الفريق مؤهل ويمكن بيستعدل كل سيناريهاته المباراة يمكن مستر مسماني بيتكلم بشكل بير جدا مع اللاعبين عاوزين نحسب المباراة فيه التسعين دقيقة يمكن فضل خطوة قليلة ان شاء الله وان شاء الله النادي الأهلي يعدي للدور التاني يمكن كمان عاوز قليلة تكلمك على برنامج النهاردة يمكن الفريق ابتدى برنامجه بصلاة الجمعة واللي كانت فيه تمام ساعة 12 ونصف يمكن طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبلا هو اللأم اللاعبين وقلق خطبة الجمعة الظهري اليوم جميع اللاعبين كانوا حاضرين وكمان كابت محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس البعث هنا في المغرب كان حريص على أداء صلاة الجمعة مع اللاعبين والشد من أزرهم بعد كده يمكن مثل المسلمين يفضل أن المحاضرة بتاعة المباراة تكون قبل الإفطار كانت فيه تمام الساعة السابعة إلا السلس ومن بعدها كان إفطار اللاعبين هنا بتوقيت كازاب لانكا فيه تمام الساعة سبعة وأوروبا يعني لحظات كابتن أيمن وتحرك إن شاء الله على مركب محمد الخامس هنا بالدار البيضاء لأداء مباراة الرجاء البيضاوي في إياب دور التمانية كل الأجواء كل الظروف السعادة اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة على أحسن ما يكون يتبقى فقط توفيق ربنا ودعوات كل جمعية للنادي الأهل في كل مكان بصعود النادي الأهل وتحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله النهاردة كديك أجوانا هنا من الضرر البيضاء الكلمة لكابتن أيمن وتفاضل شكرا جزينا الزميل عزيز محمد توفيق